بين إبريل وأغسطس صمدت هدنة هشة لكنها لم تدوم طويلاً خلفت هذه المشاهد في سماء العاصمة صنع ثلاثة أشهر وتزيد هي المدة التي استمرت فيها مشاورات الكويت منذ العاشر من إبريل الماضي الذي مثل منعطفاً جديداً للحديث عن توقف الحرب وفي مقدمتها توقف الغارات الجوية لكن ومنذ أن أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن إنهاء المشاورات حتى عادت الأوضاع إلى ما كانت عليها سابقاً كان هذا إذاناً بعودة غارات التحالف العربي إلى استهداف معسكرات ومواقع تابعة للميليشيا وقوات الرئيس المخلوع في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى وبينما توقف الأمل بتوقيع الميليشيا على مبادرة المبعوث الأممي إلى اليمن توقف معها الحديث عن أي حلول سياسية مرتقبة لتشير البوصلة هذه المرة إلى العاصمة صنعاء مباشرة فمرة إلى البوابة الشرقية وأخرى إلى سماء العاصمة حيث تدق مدافع الجيش الوطني في جبهة نهم أبواب صنعاء الشرقية وترسل الطائرات سحبها السوداء إلى السماء وبين هذا وذاك تتضاءل معها آمال اليمنيين بالخروج من دائرة القتال وفي مقدمتها سكان صنعاء من يقضون أوقات عصيبة من عودة الغارات سعد جماعة الحوثي وحليفها الرئيس المخلوع إلى وقف طيران التحالف نجحت جزئياً صحيح لكن تصرفاتها الداخلية أيضاً كشفتها أكثر حيث استمرت تقود هجماتها الداخلية بقصف المدنيين في تعز والبيضاء وشبوة إذن فشل المشاورات السياسية يلقي بظلاله على الأوضاع الداخلية مجدداً ليكون أول ما أعاد التحالف النظر فيه هو مطار الصنعاء الدولي الذي أصدر بشأنه مذكرة مكتوبة بتوقيف الرحلات من وإلى المطار حددها بـ 72 ساعة بشكل مبدئي وهو ما وجدت فيه جماعة الحوثي فرصة للرد من خلال ناطق الجماعة الرسمي الذي قال إن السلطات السعودية منعت طائرتهم من مغادرة مسقط إلى العاصمة صنعاء فيما يتعلق بالأزمة اليمنية إذن يبدو الخيط الفاصل بين السياسة والحرب رفيعاً جداً بل ويكاد يختفي فكل جهود السلام بوسائل سلمية في لحظة واحدة تلاشت وتركت ميادين القتال مفتوحة كخيار وحيد اشتركوا في القناة